اشهد ان لا اله الا الله التحريك اولا منذ الجلوس الى السلام منذ الجلوس للتشاهد اي من اول ما يقول التحيات لله الى اخره الى ان يقول السلام عليكم من اول اي كفلا هذا ولد ثانيا التحريك ليس يمين ويسار هذا انحوام عن القبلة وفي الاحاديث صحيح انه كان يشير باصبعه الى القبلة القبلة هكذا فما يعمل هكذا انما يوجه هكذا فاذا التحريك يكون خفدا ورفعا قليلا وعاني قليلا يعني ما يكون هكذا كما يفعل البعض هذا الخفض ورفعا لم يريد وانما ورد حديث وائر بن حجر قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها يدعو بها فاذا التحريك هكذا وليس هكذا من اول جلوس الى السلام هل يقتضيها الحديث اين عن حجر هذا في مسندة احمد وانه من كذب السنة وبالسند الصحيح والحمد لله فيها اجر الشيخ ما الحركات هذا فيها اجر كل حركة عشر حسنات لان اقل اقل عمل في الاسلام طاع لله واتباع لرسول الله عاشر حسنات كما قال في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل لمنائكته اذا هم عبد بحسنة فلم عملها فاكتبوها لو حسنة واذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات الى مئة حسنة الى سبع مئة الى ابعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء وإلها ما عودي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا واذا عملها فاكتبوها سيئة واحدة في رواية واذا لم يعملها فاكتبوها لو حسنة هذا فضل غريب وعجيب من فضل الله على عباد المؤمنين لاكد ليس لكل من هم بثان شيئة فلم يعملها تكتب لو حسنا عندما تكتب لو حسنا بشرط جاء ذكره بالحديث واذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها لو حسنة فإنما تركها من جرايا واضح؟ تركها تركها لله أي خوغا من الله ففي هذه السورة انقلبت السيئة إلى حسنة فإذا المسلم صلى وحرك أصبعه سماعا بمسهول الله الذي قال صلعوا كما رأيتم من يصلي فلا شك أن نمو على ذلك عسنات ولذلك الجاعم إمام أحمد أنه قال يحركها كثيرا شكرا أنا قرأت كتابة الصلاة النبي صلى الله عليه الصلاة النبي وجدت على رواية زيادة من استفسار ورواية ورواية أحمد يحركها ورواية أحمد يحركها أيش نقوله شديدا ايه معا شكرا شكرا ولكن ليس هكذا وإنما هكذا لأن يبنون المحدثة والمين والسماء ما هذا انحرافة من قبلة نعم ما هذا هذا اجتهاد الرأي وهنا في أدة مواهد وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يقولون كما ذكرنا من الجلوس إلى السنة بعضهم يقول حينما تقول لا إله ترفع إلا الله تثبت بعضهم عن العكس يقول إذا قلت إلا الله ترفع وتضل رافعا إلى آخر الصلاة هذا كله اجتهاد فهم قاس لم يرد في السنة وهم مأجورون على كل حال لأنهم أئمة لكن حديث وائل واضح لدن لأما وفف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلما الهدى وضع كفه الهدى على فخيره الهدى يحركها يدعوا بها والدعاء تعرف يبدأ من عند الله نصلي على محمد إلى آخر الصلاة يا سيح تحريكا هلا يكون أن الله صحيح يكون إلى أعلى والأسقل أو يقوم إلى السماء تحريكا هلا تحريك يعني لا يعني أن يكون سمين كمين وسماء وقلت لك بارك الله فيك جاء في كثير من أهديث أن رسول موجه أسماعه إلى القبلة فأنت إذا عملت هكذا أو هكذا انحرفت بها عن القبلة فهذا ضد السنة شكرا شكرا أهلا مرحبا